بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأثمان الأكمل على سيد ورشة في الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمما سمعناه من كتاب الله عز وجل والتي استوقفتني هي هذه الآية يسألون عن أنبائكم ولكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا فالسؤال ينقسم إلى أقسام وقت تعتريه الأحكام الخمسة فهناك السؤال الواجب والسؤال المستحب أو المندور والسؤال الحرام والسؤال المكروه والسؤال المباح فالسؤال الواجب هو المسلم إذا أشكل عليه الأمر في دينه ولم يتبين له ما يفعل في العبادات أو المعاملات فالسؤال فالسؤال هنا واجب لقول الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمثل الإنسان أخطأ في الصلاة أو سهى في الصلاة ولم يدري ولا يدري ماذا يفعل فلا بد أن يسأل في الصيام لا بد أن يسأل في الزكاة لا بد أن يسأل في الحج واجب أن يسأل وكذلك في المعاملات في البيع والشيرة فهنا السؤال يكون واجبا السؤال المستحب وهو أن يسأل عن أمور الدين والدنيا ليتعلم أمور الدين الدين ليتعلم هذا مستحب فالإنسان يريد أن يزداد معرفة أن يزداد علما فيسأل فهذا السؤال مستحب لأن طلب العلم أصلا ليس فرض على كل أي العلم الفرض العلم معين ليس فرض على كل أحد وإنما هناك فرض الكفاية النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فرض على كل مسلم لكن إذا قام به البعض سقط لإتمع عنه الباقي أما إذا ترك الناس كلهم العلم فهم آتمون يعني يدخل يدخل هنا تخصص أن هناك الفرض العيني والفرض الكفائي الفرض العيني وهو ما يصلح به دينه وما يقيم به دينه هذا فرض عيني كيف تصلي كيف تصوم كيف تزكي كيف تحش كيف هذا فرض فرض عيني هذا فرض كفائي العلوم مثلا تعمقه في العلوم الشرعية كتعلم الفرائض كتعلم أشياء من هذا القبيل إذن هذا يسمى السؤال عن ازدياد العلمي هو مستحب حكمه الاستحباب الندم وهناك السؤال الحرام وهو أن يسأل عن أشياء سكت عن هالشرع أن يسأل عن أشياء سكت عن هالشرع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر هذا السؤال مكره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم وقال وكثرت سؤال يتلقى شيء واحد يقول له فين كنت من أين جيت كنت تعشيت عند فلان ما تعشيت يسأل يريد أن يسأل عن كل شيء فهذا مكره والسؤال المباح يسأل عن أمور الدنيا أمور الدنيا وحتى أمور الدين اللي مسكتش عليها الشرع مباح يريد الإنسان يسأل أكثر ويسأل حاجة لما فيها الحرام ولا المكره هذا يسمى المباح فالله عز وجل يقول في هذه آية هذا يريد تمهيد للوقوف مع هذه الآية وإلا الدرس يكون معينا فالله عز وجل يقول يسألون عن بائكم ولكانوا فيكم ما قاتلوا إلى قبل فهناك من يسأل سؤال من أجل أن يتعرف عن آخر لإفادته وحد يسأل على شيء وحد غاب كيف حاله مريض وش محتاج يعون فالإنسان يسأل عن أخيه المسلم ليعينه وليقف معه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل إذا فقد أحد من الصحابة يسأل عنه أين فلان فين هو فلان يتفقده النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مريض يزوره وإذا كان محتاج يعينه وإذا كان مسافر يدعو له بالرجوع إلى أهله سليم غنيم هكذا يتفقد الصحابة بعضهم بعضا والمنافقون يسألون عن معركة النبي صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين من أجل التشفي إذا قالوا رأهم ماشي مزيانين ولو قالهم شي حاجة فإضحكون ويستهزئون كيضحكوا عليهم ويستهزئوا بهم وهذا واقع على واحد كيكره عندما يقول له لا يسأل كيف حال وأدي مريض وكأنه يريد ذلك من قلبي فلان كيف أعودي فقير مسكين نرى كذا فيتشفى فيه المسلم المؤمن لا يسأل عنه إذا كان مريض يدعو له بالشفاء يدعو له بالعافية والنبأ يسألون عن بائكم والنبأ وهو الخبر الهان الخبر الهان وحد الخبر اللي مهم أما إذا ما كانش مهم نقول خبر عادي خبر الحاجة اللي كتكون مهمة يسمى النبأ لذلك يوم القيامة يسألون عن بائكم أي الخبر المهم يوم القيامة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يسألون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم أي الخبر العظيم المهم الحشر والهول والميزان والصيرات ودخول الجنة ودخول النار هذا يسمى النبأ قل هنبأكم بخيرين من ذلك يعني الخبر اللي هو أهم مما سبق إن زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرات من الذهب والفضات والخير والمسومة والنعام والحرط ذلك ما تعال حياة الدنيا الله عنده والحسن هذا خبر الله يخبرنا عما زينا للناس حب الشهوات ولكن لما جاء الأمر عن الآخرة عن الجنة عن الثواب الكبير وكذا عن العبادة قال له نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها هذا يسمى النبأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون ما قال شفي خبر قال بنبأ فتبينوا بنبأ شي خبر واحد يأتي لك يقول لك بدي فلان طح والتقرض تهرز هذا نبأ أو خبر خبر فلان رجع خبر أو نبأ خبر لأن هذا كثير منه هذا أمر عادي يسمى خبر مشات الضو خبر أو نبأ خبر ولكن لما يأتي عندك يقول لك شي واحد أراها أقتل واحد أقدر له هذا خبر أو نبأ نبأ واحد يقول لك أراها تكلم فيك ورا تحدث عن كبي سوء ما خلمك طعفك هذا خبر أو نبأ نبأ لماذا؟ لأنه سيشتت الأسرة سيشتت العائلة سيشتت الأصديقة هذا يسمى نبأ لأن العادي يعني العدوة ليس أمر عادي ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ لم يقرش بخبر فتغينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ودسبة عالم ما فعلتم نادي إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل المسلمين الساعين على الزكاة يجمعوا الزكاة لما مشوا الواحد القرية فاللي يرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قائد أنت على السعاد لما هو في الطريق قرب كانت عنده شيء حاجة بينهم وبين ذلك القبيلة سابقا شحناء فجاء الشيطان في خاطره قالوا تأمل تخيل أن هؤلاء المسلمين ودخلوا في الإسلام سيتمشي سيقتلك ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله لا أعطوا لي الزكاة أرى منعه يعطوا لي الزكاة فنزلت الآية النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قالوا تحقوا ثبتوا حتى تسمعوا الأذان فدخلوا عليهم وعطوا لهم الزكاة ورحبوا بهم لما جاء رجعوا جبري الجب هذه الآية يأيو الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبئين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالات فتصيحوا على ما فعلتوا لا ديمين وعلموا أن فيكم رسول الله لو يوطعكم في كثير من المرأيتهم يقول لهم الله لكن ما كينش الرسول هذا جوركم الخبر بأنه وراء ضربه وراء وراء وشع تولي الزكاة وكان الرسول ليس حاكيم رسول الله هذا يرسل للجيش ويقتل ذلك القبيلة آهوة وقاعد في المشكلة وليس يصحح الخبر ليس يصحح ولذلك الخبر لها يجب أن تبين من هو هذا يسمى إذن النبأ والسؤال جاء في القرآن الكريم كثير من 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 الكلمات التي تدل أو التي تحمل الأسئلة في القرآن الكريم اسألونك عن الخمر والميسير سورة البقاء اسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إذم كبير وما نافع للناس قال إنسان يسأل عن ديني أشكل عليهم الأمر لأن العقلاء من الصحابة الصحابة رضو الله العقلاء قالوا كيف للإنسان العاقل أن يشرب الخمر وأن يصير مثل الحيوان يتميل في الطرقات فالخمر ما لا يوافق الإنسان العاقل كيشتربوه غير الحمق مجانين فأسولوا سألونك عن خمر والميسير الميسير كذلك القمار ما يلعبوه غير عاطلين والكوسالة واللي كيتمنوا الأماني ما الرجول يبكر ويخدم يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم السؤال لأنه يأتي بعده ماذا الجواب دائما السؤال مراه جوا في سورة البقرة نفسها نفسها يسألونك عن إله الله قل هي مواقيته للناس هذا حسن استدلال استهل يعني استهل يسألونك عن إله الله هؤلاء يسألوا النبي صلى الله اللي سألوا الله عز و الله. إسألوا الله لنبي صلى الله عليه وسلم. والله يوجد يسألونك من. اي الرسل الله ، هؤلاء جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا شكل هلال هكذا. يسألونك عن اله الله. عليش كيكون قوس. ثم شو يكبر ثم يكتمل يصير بضرا. اذن فهلال قمار او بضرا ثم قمر ثم يبقى ينقص. الله ما جاوبهم مش لان هذا ما فيش الفيدة دياله. بماذا يستفيدون? الى جاوبهم الله زي ما عنده انت شي شي فيدة ومنفع فيه. قمار يكون هكذا وهلال. اجابهم الله يسألونك عن الهلال. قل يا محمد لهم. قل هي مواقيت. ما قال لهمش الجاوب اللي بغوهما. لا. قالوا هي لهذه الهلال. مواقيت للناس والحج. يوقف الشهر بانه ادخل الحج. مواقيت للناس. نحسبوا به. هذا الشهر الليقول هذي التاني هذا. تالت هذا الرابع وهكذا. اذن اسئلة في القرآن الكريم. ها? يسألونك في سورة البقرة نساكين السؤال. واذا سألك عبادي? فاني قريب. اذا مش حال من سؤال. في القرآن الكريم. لما يكون السؤال يكون مباشرة بعده الجاوب. قل. فقل. قل. فقل. إلا هذه الآياء. واذا سألك عبادي عني. ما قالش فقل. باني قريب. لاني. لان الله ما كيش الوسيطة بينه وبين احد. ما كيش الوسيطة. الله اذا ارطى دعواته فمباشرة توجهني. ما تدرش وحي وسيطة. واذا سألك عبادي فقل لهم. لا لا. مباشرة دعي الله عز وجل. الباب مفتوح. اذا سألك عبادي عني. فاني قريب جيبوا دعوات الدعي اذا دعا. بخلاف الآيات الاخر. يسألونك عن الانفال. مزيد. قولي الانفال لله والرسول. الوسيطة هناش كن هو هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليبين لهم. سألونك عن الانفال. معنى الاموال اللي كان غنموها في الحرب. ما شو ينزلوا بها. لان اختلفوا الصحابة. الله قل قولي لنفذك الاموال اللي كانت غنموها في الحرب. لله والرسول. لله والرسول. هو اللي يتصرف فيها. ثم جاء التقسيم بعد ذلك في. في نفس السورة. في سورة نفسها. وعلموا انما غنيتوا من شيء فاني الله. خموسة هو للرسول واذا القرباء واليتاماء والمساكني ومن السبيل. والسائلين او ها? كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفقر. اذن هذا تقسيم منتع الغنائم انفال. نعم. ها? يسألون في سورة بقرة. نعم. في حرم سؤال في سورة البقرة. يسألونك عن المحيضي قل هو اذا فاعتزلوا النساء في المحيض. لان اليهود كانوا لا يؤكلون ولا يشاربون المرأة الحائط. اليهود كان عندهم المرأة اذا حاضط ما ياكلوش معها. وما يشربوش معها ما الطيب ما تسخر ما ولو. وكي يقولك نجيسة. وما ينعس شمعها في الفرش واحد. كي يهرب منها الرجل. يقولك نجيسة. الله عز وجل الله بيين ان المرأة مشي نجيسة. هذاك دم عادة. يسألونك عن المحيضي قل هو اذا بمعنى الرجل يقرب زوجته وهي حائط. سألونك عن المحيض. قل هو اذا. فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهور. فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث. امركم الله. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. نعم. في سورة البقرة. يسألونك عن الشر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير. فيسألوا سيدنا محمد صاصل. القتال في اشهر الحرام. واش حلم لا حرام. فقدر السابق عرفنا اش كون هي اشهر الحرام? اربعة. الى اشهر الحرام محرم القتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام. هذا الشهر الحرام حرام فيه القتال. قل قتال فيه كبير. واصدون عن سبيل الله. ما? وكفر به. وكفر به المسجد الحرام. ويخرجوا اهله منه اكبر عند الله. والفتنة اكبر من القتل. يعني انتم تسألوا عن القتال في شهر الحرام. ولكن نسيتوا ان الصد عن سبيل الله. والكفر. ويخرجوا اهله منه هو اكبر من القتل. والفتنة اكبر من القتل. لان انتم جرتوا على المسلمين من مكة. خرجتوه من مكة. وفرقتوه اكبر من القتل. نعم. يسألونك. يسألونك ماذا احل لهم. يسألونك ماذا احل لهم. قل احل لكم الطيبات. وما علمتم من الجوارح. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يعني يسألون ماذا ما هو الحلال. في الاكل والطعام. فالاكل والطعام الحلال منه هو الطيب والحلال. وما اباحه هو احله الاسلام. هذا هو الحلال. حل لكم الطيبات. يعني الحلال. وطعام الذي نؤوت الكتاب. طعام طعام الذي نؤوت الكتاب. حلال. ذبائحهم. ما هو ذبائحهم. احلال والاحرام. هالكتاب. حالة. بمعنى اليهودي اذا ذبح ذبيحات. يجوز للمسلمين يأكل منها. النصراني اذا ذبح. النصراني اللي يدخل الكنيسة. مش هي مشريك. كي يكون هو اوروبي ولكن ما يدخل الكنيسة. مثلا. غربي ما يدخل الكنيسة. ولكن ينكر وجود الله. هذا لا تؤكل ذبيحاته. وانما الذي يدخل كنيسة مثلا كي. وخا عنده الشرك بالله. نعم. فانا ذبيحاته إذا ذبح. تؤكل. إذا ذبح. إذن سألونا كماذا قال. قول الحكم الطيبات وطعام الذين أوتوا كتاب وحل لكم. وطعامكم حلوا له. والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا كتاب من قبلكم إذا آتي تمونا وجورونا محصنا غير المسلم. بمعنى المرأة الكتابية. يجوز المسلمين يتزوجها. يهودية ولنصرانية ولكن بشروط. بشروط. تكون كتابية. عندها كتاب. سماوي. وأن تكون محصنة. تكونش خرج الطريق. نعم. وأن لا تكون من دولة محاربة. لإسلام والمسلمين جهارة. وأن لا تكون على حساب بنات المسلمين. إذا فها. فها. إذا كانت هذه الشروط. موجودة. فحلال الإنسان يتزوج. بكتابية. ودون أن يرغيمها على الدخول في الإسلام. قل له هاش دخلي في الإسلام. ولا ما غدا يجي نكمل في الزواج. لا. ما شيء من حقك. لا اكره في الدين. لها دينها وأنت لك ديني. ها دينها وأنت لك ديني. نعم. يسألونك. نعم. حسنت. في سورة البقاء. يسألونك عن يتامة. قل إصلاح لهم خير وانتو خالطهم فإخوانهم. كين الرجول اللي كيكون عنده آآ آآ اليتامة. تحت حضانته. واليتامة لكي يكون عندهم الأموال. أخلوهم بهم بغطهم الأموال. فكانوا يتحرجوا أنهم يخلطوا الأموال ديالهم. قد يناكلوا الحرام. إن الذين يكونون الأموال يتامة ظلما. إنما يكونون في بطونهم نارا ويسيصرون سعيرا. فخافوا أن يقعوا في هذا العذاب. فيجيوا النبي صلى يسؤلوا عن ما اليتامة. يسألونك عن يتامة. قل إصلاح لهم خير. يعني تتاجرون بأموالهم وتنمون لهم أموالهم. فهذا خير. وإنتو خالطون في إخوانكم. إلا خلطوا الأموال وخلطوا. نعمل في إخوانكم. ولكن الإنسان يأكل بالمعروف. يأكل فيما يحتج ولا يضر. الله يعلم المفسدة من المصلحة. في صورة البقرة نفسها. يحب من سؤال. يسألونك ماذا ينفقون? قل ما أنفقتم من خير في الوالدين والقربين واليتامة والمساكين والسبيل والسائلين.